ازايك يا صديقي؟ يا رب تكون بخير عايز اقول لك ان الفيديو ده مش متجهز له بربع جنيه سكريبت انا حتى بتكلمك وانا لابس جلباي عادي في البيت بس الفكرة كلها انا جاي كلام مهم جدا في دماغي حابب اقوله لك وما حبيتش ضيع وقت في الوقت يا صديقي انت بتشوف في الفيديو ده اتاكد مليون المية اللي انا خلاص خدت الاجازة ومش الاجازة عادي بتاعت السنة دي الاجازة بتاعت الى مالة نهاية بقى خلاص خلصت التعليم يا صديقي وامتحانت اخر امتحان كان علي لا وكمان ممكن تكون وانت بتتفرج على الفيديو ده اكون انا كمان خارج بره مع صحابي فانا من الاخر جاي اكلمك في فيديو النهاردة عن تجربتي بقى في التعليم كله مش جاي اقولك زاكرت ازاي وانجحت ازاي وفشلت وعملت امع الفشل وكل الكلام ده انا جاي اكلمك عن حاجة احلى بكتير ويعني افضل بكتير وهي لطف ربنا معايا وفيديو النهاردة محتاج اخواتنا طلاب سنوية عامة بالذات يسمعوني ومحتاج برضو صحابنا اللي دخلوا كليات او معاهد او ايا يكن المكان اللي دخلوا ومش حابينه برضو يسمعوني بص يا صديقي من الاخر انا عايزك تمشي بمبدأ انا اريد وانت تريد والله يفعله ما يريد واعلم دايما ان ارادة ربنا والحاجة اللي كان ربنا سبحانه وتعالى عايزها تكون هي دايما افضل حاجة ليك انا قصتي باختصار يا صديقي وعشان مطولش عليك ان انا دخلت سنوية عامة وركزت في حاجات تانية غير سنوية عامة اللي هي تطوير الذات الكرساط المنح الحاجات التطوعية الصفر حاجات تانية كتير غير سنوية عامة ولما دخلت سنوية عامة جيت قبل سنوية عامة واقعدت وزكرت واكتهدت عشان اجيب مجموعة لقد مقدر وكان نفسي يا صديقي ادخل كلية اعلامي وكان لحظي كانت اول سنة يتعمل فيها اختبار قدرات لكلية الاعلام والقلت خبرتي يا صديقي ما روحتش اصلا ولما ظهرت النتيجة بتاعتي اكتشفت ان مجموعي يدخلني كلية الاعلام مرتاح بس يا صديقي باي باي لطموحاتي لان انا ما عملش اختبار القدرات فبينفعش ادخل كلية اعلام حتى لو جايب مجموعة فبالتالي يا صديقي انا دخلت في حالة من الحزن واليأس والاكتئاب وان انا خلاص مش ادخل المجال اللي انا عايزه وايه ده انا هروح فين دلوقتي ايه كلها لاتاخدني ما انا خلاص لا اما دي لا اما ما فيش ودخلت في كمية زعل انت مش متخيله لغاية ما وقفت على لجلي تاني وعادت افكر بالعقل وقيت انها مش اخر الدنيا ومش النهاية وان دايما ربنا اكيد ليه حكمة في كل حاجة بيعملها لنا فبدأت ادور على البداية يا صديقي اللي قيت ان عندي كلية اداب وكلية تربية نوعية اللي اتنين فيهم قسم اعلام فانا عايز ادرس مجال الاعلام فان هدخل كلية من اللي اتنين ولان كلية تربية نوعية وفي الدكاترة بتوعها لايه ناس قريبي رفضت ان انا ادخلها لاني مش عايز لو نجحت في المكان ده يرجاع يقولوا اه علشان الدكتورة فلانة ولا الدكتور فلان قريبه وبالتالي يا صديقي دخلت كلية اداب وماليت الرغبات بتاعتي وكنت خلاص عامل حسابي انا داخل كلية اداب قسم اعلام ولكن بالصدفة صديقي واشاء القدر ان هما بيدونا اسبوعين نبدأ نشوف حالنا فيهم كده ونريح فيهم على ما هما بيعملوا التنسيق الداخلي للاقسام ويقولوا لك في الاخر انت هتدخل قسم ايه وانا عارف طبعا انها داخل اعلام لان مجموعة كويس بس قلت مش مشكلة الف شوية في الاقسام التانية واخد فكرة على ما يبدأ بقى الموسم الدراسي بجد وابدأ بقى حياتي كطالب علم في قسم الاعلام كلية الاداب وبالصدفة يا صديقي من ضمن الاقسام اللي ادخلها يكون قسم انجليزي وادخل محاضرة المحاضرة دي تكون سبب ان انا اغير حياتي ويتغير من مستقبلي اربع سنين قدام حاجات انا مكنش اتخيل انها تحصل ايوا صديقي اللحزة دي عد عليها اربع سنين لكنها لحظة ما تتنسيش لانها غيرت حياتي فعلا روحت يا صديقي وغيرت الرغبات بتاعتي ودخلت قسم انجليزي والقسم ده صديقي اللي قدرت اتطور نفسي فيه اثبت نفسي فيه اكون قد من الدفعة اتقرب من الدكاترة اتقرب من صحابي ادخل مسابقات ابقى الطالب المسالة عالكلية ادخل مسابقات علمية اروح معسكرات اطور من نفسي اعمل قناتي على اليوتيوب اوصل لكل النجاحات اللي هي لسه عندي اكتر منها نفسي حقاو بس كل الحاجات اللي انت شفتها معايا في القناة دي كانت بفضل اللحزة دي وهنا يا صديقي ودلوقتي وانا خلاص بتخرج من القسم ده وبقول باي باي للتعليم لازم يا صديقي نفكر شوية في حكمة ربنا في الموضوع لما جينا يا صديقي في ثالثة سنوية وما دخلتش الكلال انا بقى عايزها ونفسي فيها ما كنتش عارف في حكمة ربنا ايه بس قلت الحمد لله واكيد ربنا ليه حكمة مش لازم دايمن يا صديقي تبقى عارف فين الحكمة مش لازم دايمن تبقى عارف هو ربنا ليه خلاني اوصل لكده وليه عمل كده ومعملش كده مش لازم على فكرة بس ان ربنا انعم علي ان انا بعض الاربع سنين افهم كانت ايه حكمة ربنا في ان انا مدخلش الكلال انا عايزها هادخل كلية تانية وكل اللي حصل ده يعني تعالي كده يا صديقي ألخاص لك الموضوع انا عايز ادخل كلية الكلية ده انجبت مجموعها ربنا يقول لك انت جبت مجموعه بس مش هدخلها لك انت هتدخل كلية تانية خالص انت محطتهاش في حساباتك اصلا فهتروح الكلية اللي انت مش عمل حسابك فيها وتقول خلاص هدخل قسمه معين فربنا يقول لك القسم قدامك اهو وانت جايب مجموعه بس برضو انا مش هدخلك القسم ده ده انا بالصدفة هخليك تحضر محاضرة في قسم تاني خالص عشان تحب مجال تالت خالص ما كانش على بالك ولا فطموحاتك ولا في يوم من الايام حد قعد ما اقول لك انت نفسك تبقى فينا طالب تقول له اداب قسم انجليزي مستحيل كانت تجي في دماغي في يوم والنهارده يا صديقي وبعد الوقت ده كله اجي اوريك بقى كمية الشهادات والحاجات اللي احنا وصلنا ليها بعد الاربع سنين دول كل شهادة من دول يا صديقي وكل انجاز من دول كان بفضل الاربع سنين اللي انا ما كنتش حطون في دماغي دول ان انا اطلع طالب مثالي على مستوى الجامعة ما كانتش في دماغي خالص انه تميز يا صديقي في المجال الثقافي ما كانش في دماغي خالص انه يبقى عندي قناته على اليوتيوب ويبقى عليها حوالي 114 الف اخ واخته وناس بتوقفني وبتسألني انت بتطور حياتك ازاي تب استفيد ازاي تب انا عندي سؤال تب انا عايز اعمل كذا كل ده ما كانش في دماغي خالص لكن بفضل وبكرم من الله انا لا استحقه حقيقي انا لا استحقه وده كرم كبير جدا من ربنا انا وصلت للمكان ده وللمستوى ده وللحاجات اللي انت شايفني بها دي انا كنت مجرد سبب ربنا بيستعمله علشان يمشي لحياتي فلو انت قاعد دلوقتي وفكر ان انت ما تقدرش وان انت ما عندكش الطاقة وان انت الدنيا كلها ضدك والصعوبات خلاص وقفة قدامك وكل الطريق بتاعك حواجز اعرف ان فوق كل ده في ربنا واعرف ان ربنا طول ما انت مؤمن بيه ومتأكد ان كل شيء بيحصل لك بقدر وكل شيء بيحصل لك ربنا ليه في حكمة وبتشكر وبتحمد وبتسعى تأكد ان ربنا هيجبر بخطرك وتأكد ان اخر الطريق الظلمة ده في نور فالحمد لله يا صديق على كل حال الحمد لله على الاشياء اللي احنا نعلم حكمته فيها والحاجات اللي احنا نجهلها فاياك يا صديقي ثم اياك ثم اياك انك تسيب نفسك للشطان وللخزلان ولليأس ربنا يحق لك كل اللي بتتمنى يا صديقي ويفرح قلبك واتمنى انت كمان تتمنى لي كل الخير في حياتي بعد التخرج وادعي يا رب اكون انا دلوقتي مبسوط في الخروجة بتاعتي لان انا متأكد ان معاد الحلقة اللي هينزل ده يكون في معاد انا متفق فيها على خروجة بعد التخرج بقى حياة الخارجين اكيد حلو يا صديقي يعني مش اجذب عليك فانت ربنا تكون فوقونك لو انت لسه في التعليم مش عارف الناس اللي لسه في التعليم دي عايشة ازاي انا واحد بقى خريج بقى وانت فاهم اتمنى يا صديقي تكون الحلقة جابتكم اتمنى تكونوا عملتوا لايك وعملتوا سبسكرايب عشان خلاص بقى ناخد الاجازة بقى وننزل محتوى جامد وتقيل يا صديقي من اللي انت عايزه كان معاكم طريق صادق الخريج الخريج اللي معادش خلاص رايح تعليم تاني خلاص داخل بقى مدرسة الحياة بقى والحاجات دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته